يقول القديس أمبروسيو سبتنا لكن كما أن خطأاً واحداً والذي قد لا يعتبر دائماً خطأ غالباً ما يجور إلى خطأ آخر وشراً يؤدي إلى شر آخر هذا ما حدث في كنيسة روما إذ بمجرد ظهور هذه الفلسفة الخاطئة في الغرب أي انبثاق الروح من الإبن أيضاً أنشأت فلسفات أخرى مماثلة دخل فيها شيئاً فشيئاً مستجدات أخرى تتعارت في معظمها مع وصايا مخلصنا التي حددها بوضوح في الإنجيل مثال اعتماد الرش بدلاً من التخطيص في سر المعمودية وإقصاء العلمانيين عن الكأس الإلهية واستخدام الفطير بدلاً من الخبز المخمر في الإفخارستية وحذف استدعاء الروح القدس المحي الفاعل كل شيء من القداس الإلهي كما أدخلت كنيسة روما مستجدات أخرى تنتهك التقوص القديمة للكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية مثل منع الأطفال المعمدين من نوال سر الميرون وقبول الأسرار الأكثر نقاء الإفخارستية واستبعاد الرجال المتزوجين عن الكهنوت والاعتراف بالبابة كرأس للكنيسة وشخص معصوم من الخطأ وكممثل للمسيح وما إلى ذلك وبهذه الطريقة تم قلب وتخريب كامل التقوص الرسولية القديمة التي تتم من خلالها جميع الأسرار وكافة التقوص الكنسية وهي تقوص حافظت عليها الكنيسة المقدسة الأرثوذكسية القديمة في روما والتي كانت في ذلك الوقت العدل أكثر تكريما في الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية